نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السوري العماد داود عبدالله راشحة عين في منصبه وزيرا للدفاع خلفا للعماد علي حبيب في الثامن من أغسطس عام 2011 بعد أشهر من قيام الثورة السورية ضد نظام الأسد وفي الثالث والعشرين من يونيو العام الحالي تم تعيينه في المنصب نفسه في حكومة رياض حجاب ولد راشحة في دمشق وهو في الأصل من بلدة عربية ريف دمشق تخرج من الكلية الحربية عام 68 باختصاص مدفعية ميدان واتبع دورات تأهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والأركان ودورة الأركان العليا تدرج عسكريا إلى رتبة لواء عام 98 وإلى رتبة عماد عام 2005 وشغل مختلف الوظائف العسكرية من قائد كتيبة إلى قائد لواء وشغل منصب مدير ورئيس لعدد من الإدارات والهيئات في القوات المسلحة ونائب لرئيس هيئة الأركان عام 2004 اعتبر راشحة خلال الثورة الشعبية المندلعة في سوريا أن بلاده تتعرض لمؤامرة كبرى وحرب حقيقية تستهدف كيانها واتهم الغرب باختلاق الأحداث فقام الجيش السوري خلال توليه مسئولية وزارة الدفاع باجتياح عدد من المدن السورية في محاولة لقمع الثورة وهو ما جعل اسم راشحة يندرج في قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية والعربية مع 12 وزيرا آخرين واعتبر أحد أبرز المسئولين عن عمليات القتل والقمع في البلاد اشتركوا في القناة